السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور عمر انا متجوزة من ست سنين زوجي وانا موظفين بحس انه عايزني انا اللي اصرف على البيت مع العلم انه شغال بس بيقول لي انه مرتبه قليل بقوله شوف شغل تاني مش بيرضى واحنا عندنا ولدين والمسئولية بتكبر بحس انه اتكالي ومتكاسل اعمل ايه اول حاجة بس عشان نبقى المسائل الواضحة في بعض الاحيين بيكون في مفهومين موجودين فيما يتعلق بالنفقة في البيت فاول حاجة انتوا لازم تعودوا وتتكلمي معاه باعتباره زوج مش باعتباره منافس يعني تعودي معاه وتقولي له انا حبيبي بحب فيك ان انت بتتعب علينا وكل الستات بتحب الراجل اللي بيكفي بيته الله سبحانه وتعالى امر رجالة لينفق ذو ساعة من ساعة بس انا شاف ان لسه فيه وسع يا سيدي خليني انا دايما احس ان انت بتبزل قصارى جهدك وانا في ظهرك انا معاك ففكرة ان انا اصرف انا لما اصرف في البيت انا في الحقيقة مش ممتنع عن الصرف في البيت لكن احنا عايزين نشوف مزيد من حبك هو طبعا يقوله والحب بس بالصرف والنفقة لا الحب بماذا بالامان بتوفير الامان انت لما تعمل عمل تاني احنا نكون في امان اكتر وانا ساعتها استطيع ان انا ابزل معك لكن احنا محتاجين نحس ان انت بتخاف علينا انا طبعا اقوله كمان حاجة مهمة قوي في حاجة رجالة ما بفهموش شوية فيما يتعلق بالنساء ولزيك اولا سيدنا سوفاني الثور كان بيقول ايه وكتير من الصحابة كان بيقوله عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على العيال وحضرت النبي بيقول وده بندخله للناس الرجال اللي بيعيشوا وبيشتغلوا شغلانة واتنين حضرت النبي يقول من بات كلا من عمل يدي بات مخفورا له فلذلك انت بات مخفور ليك ولذلك اجتهد اجتهد وما تكونش ابدا في عندك اي نوع من انواع الكسل او التراخي لان ما فيش ست بتحب الشخص الاعتمادي ابدا لان الشخص الاعتمادي يحسسها بالخوف وبالرعب وبالتهديد خليك شخص تستطيع ان انت توفر لأهلك زي ما توفر لهم الاكل والشرب ووفر لهم الامان قال لي ما فيش الامان ما بيجيشغل بالفلوس لا امان مش مسألة الامان ما بيجيشغل بالفلوس والامان بيجي لما يحس اهل البيت ان انت دايما ما بتخلهمش معرضين لاي خطر ممكن يجي عليهم وبتكون انت اول واحد تكون الحصن والامان لهذا البيت ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بيك فقال كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي بدأ بيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجيه زوجيه وبيه مسؤولة عن رعيتي فانت حضرة النبي بدأ بيك فعليك ان انت تعرف ان انت المسؤول وعرف ان اول ما يسألك الله عنه ما استرعاك الله وخلي بالك ان اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فتمسك بده واكتهد وخلي بالك انا بقولك سر الستاتة من سمعين الولايات الستة لما تنال الراجل بيبذل كل ما في وسعه وبيكتهد هي من نفسها بتوقف معاه وتحس ان هي هيكلها شرف ان هي توقف جنب البطل ده اللي هو بيبذل كل مجهوده وكل ما عنده عشان يحافظ على البيت ده